قام معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني وكان في استقبال معالي سعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعرض من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وقد استمع معاليه لإجاز حول الخطط التطويرية لبرامج الكلية كما ألقى معاليه محاضرة لدورة القيادة والأركان المنعقدة حاليا في الكلية اجتملت على العديد من المحاور العسكرية والأبعاد الإستراتيجية وخلال ترأس معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لاجتماع المجلس الأعلى للكلية أوضح معاليه أن مسيرة قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الدائمة وتوجيهات السديدة من قبل جلالة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه قد تحقق بفضلها العديد من الإنجازات على المستويين القتالي والإداري مشيرا معاليه إلى أن قوة دفاع البحرين تسعى باستمرار بكل جهد نحو تنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج العلمية والذي سينعكس على عمليات تنفيذ الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنق Avog